هل سبق لك أن سمعت عن زواج الأقارب؟ هل تعلم أن مثل هذه الزيجات يمكن أن تسبب مخاطر على صحة الأطفال المولودين من هذه العلاقات؟ في هذا الفيديو، سنناقش الحقائق العلمية المتعلقة بالآثار الجينية لزواج الأقارب وسبب تجنبه في بعض الثقافات. زواج الأقارب هو الزواج بين أفراد يكونون أولاد أشقاء، وهذا النوع من الزواج شائع جدا في بعض البلدان والأديان، مثل الشرق الأوسط وإسرائيل وجنوب آسيا وأفريقيا. ومع ذلك، يعتبر في البلدان الغربية غير ملائم وحتى غير قانوني في بعض الأماكن. يرجى ملاحظة أننا سنفصل في هذا السياق بين النقاش الديني والطبي. يرجى فهم أن الزواج من الأقارب يمكن أن يكون في بعض الأحيان وسيلة لمساعدة العائلة. أحد الأسباب التي تجعل زواج الأقارب مثيرا للجدل يعود إلى ارتفاع المخاطر الجينية على الأطفال المولودين من هذه العلاقات. وفقا لبعض المصادر، يمكن أن يؤدي زواج الأقارب إلى اضطرابات خلقية في الأطفال مثل تشوهات القلب وتشقق الشفة والحنك واحتشاء الدماغ وتعدد الأصابع الجانبية. وذلك لأن الأقارب يشتركون في نسبة كبيرة من الجينات، وهم عرضة لإنجاب أطفال يعانون من حالات وراثية متنحية، والتي تنجم عن وجود جرعة مزدوجة من الجينات المتحورة. أمثلة على مثل هذه الحالات تشمل فيبروز الكيسية، وفقرة الدم المنجلية، وضمور العضلات الشوكي. ومع ذلك، فإن المخاطر المطلقة لا تزال صغيرة، ومعظم الأطفال المولودين من أزواج ذوي قرابة الدم صحيين تماما. إن زواج الأقارب يسهم فقط بثلث حالات الاضطرابات الخلقية، هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال، مثل العمر ونمط الحياة والتعرض للبيئة والصدفة البحتة. ولذلك، من المستحيل توقع نتيجة كل حمل بالتأكيد، بغض النظر عن درجة القرابة بين الوالدين. إذن، هل زواج الأقارب خاطئ أم لا؟ الإجابة تعتمد على وجهات نظر الأفراد والمجتمعات من الناحية الأخلاقية والدينية والقانونية. ما هو مؤكد هو أن الأزواج الذين يفكرون في الزواج من أقاربهم يجب أن يستشروا المستشارين الجينيين أو الأطباء للحصول على المزيد من النصيحة. هذا يختتم السرد للمحتوى المتعلق بزواج الأقارب. نأمل أن تجدوا فيه معلومات مفيدة ومثيرة للاهتمام. إذا كان لديكم أي أسئلة أو اقتراحات أخرى، يرجى كتابتها في مربع التعليقات أدناه. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا للحصول على المزيد من المحتوى المثير للمعرفة. شكرا لمشاهدتكم، ونراكم في الفيديو القادم.